تحية طيبة مشاهدين في حديث اليوم قصتنا حول الأحاديث الكثيرة التي نسمعها عن دخول قوات عربية للشمال السوري والتي هددت إيران بأن ذلك يعني مواجهة عربية تركية في هذا السياق تطرح أسئلة عديدة هل تستطيع سعودية والإمارات الحفاظ على المكاسب التي حققتها أمريكا في سوريا في ظل عجزها عن تحقيق أهدافها إلى الآن في اليمن وماذا ستكسب دول الخليج من وراء إرسال قواتها وفي آخر المستجدات قمم في باريس وموسكو تجمع دولا عربية وأجنبية لبحث الأزمة السورية واستقالات بعض أعضاء الاتلاف ستكون في مرمى النقاش مشاهدين بعد هذا نتابع التقرير التالي تصريحات إيرانية ردنا على أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن دولا عربية ستتولى الدور الأساسي في مكافعة الأرهاب بالسوريا حيث صرح أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن ردائي أن وجود جيوش عربية في شمال سوريا سيؤدي لمواجهة خطيرة مع التركيا مشددا على أن هذه الخطة ستبوء بالفشل حسب تعبيره الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر أن ترامب والجيش الأمريكي يبحثون عن مصادر مالية لنهبها مؤكدا أن الرئيس الأمريكي لا يتردد عن الحديث بصراحة أن بقاء بلاده في سوريا أو عدم بقائها يعتمد على المال الذي يدفعه الآخرون له حسب تعبيره من جهته دعا المرشد الأعلى علي خامنئي الدول الإسلامية للوقوف صفا واحدا لمواجهة الولايات المتحدة مصرحا أن طهران لن تردخ لما وصفه بالبلطجة منتقدا تصريح ترامب عندما تحدث عن بعض دول الشرق الأوسط أنها لن تصمد أسبوعا لو لا الحماية الأمريكية حسب تعبيره وكانت وسائل أهلام أمريكية نقلت عن مصادر مسؤولة في إدارة ترامب أنها تسعى لحجد عسكريين من الدول العربية لوضعهم بدلت جنود الأمريكيين في إطار التحالف من أجل استقرار الأوضاع الشمالي سوريا الأمر الذي أكدته السعودية عبر بحثها مع الولايات المتحدة إمكانية إرسال قوات من التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب في سوريا والآن مشاهدين نناقش هذه التفاصيل مع ضيفنا في الإستوديو الأستاذ محمد شيخي سكرتير حزب اتحاد الشغيلة أهلا بك أستاذ محمد أهلا بك أيضا كما أشكرك وأشكر جميع العاملين في قناتكم وجميع مشاهديكم الأكار شكرا أستاذ محمد أستاذ محمد بداية تضربت الأنباء حول دخول قوات عربية إلى سوريا البعض يقول بأنها ستحل محل القوات الأمريكية بعد انسحابها والبعض الآخر يقول أنها ستعمل تحت مظلة التحالف الدولي ما تعليقكم على هذا بداية هذه هي نتيجة تفاقم الأزمة شيئا فشيئا في سوريا مع العلم أن جميع السوريون كانوا ينتظرون إجراء عملية حل سياسي ينهي هذه الكارثة الإنسانية في سوريا الآن بعد استطاعت قوات التحالف الدولي بقيادة ملايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في طرد الفاشيين جدة من مناطق الشمال السوري وبعد أن وصلت إلى هذه المرحلة تحاول أمريكا كما تعلمون أصرح الرئيس الأمريكي أكثر مرة بأنها ستستيسحب قواتهم من سوريا وهذه لها مكاسب سياسية وحتى اقتصادية فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تشارك جميع القوى التي كانت تتحالف معها في الأزمة السورية أيضا فتريد أن تعوض من بعض قواتها بقوات عربية خليجية وخاصة السعودية للدخول في مناطق شرق الفرات لكي يعطي دورا سياسيا لهذه الدول أيضا واستطاعتها في تنفيذ أو الحصول على أكثر المكاسب السياسية لأنكم تعلمون جيدا أن هذه المرحلة وبعدها الضربة الثلاثية على سوريا تفاقمت الأزمة أيضا وتحولت وتوقفت عملية الحل السياسي الذي كان ينتظره الذي كان يحاول بعض القوى الدولية وخاصة الأمم المتحدة في إكمالها بشكل عام ولكن الآن هناك تحولات جديدة هناك محاولات أمريكية غربية بأن تستطيع أن تفرض من أجندتها وأن تضع حدا لتمادئ الروسي الإيراني التركي في قدرتها في السيطرة في مفاصل الحل السياسي في سوريا الآن تحاول أمريكا بأن تشارك بعض حلفائها التقليديين كالسعودية والخليج وحتى بعض الدول الغربية كفرنسا في قدرتها في فرض أجندتها في فرض مكاسبها السياسية في المرحلة القادمة نعم يعني أستاذ محمد هل من الممكن أن تكون هذه القوات العربية ويتم الحديث أيضا عن أنها قوات سعودية وإماراتية وقطرية هل ممكن أن تتواجد قوات قطرية وسعودية وأنت تعلم ما هناك من توترات سياسية ودبلوماسية بين الدولتين السعودية وقطر يعني أستطيع أن أقول أن كل تلك الخلافات سيضع جانبا وسيكون هناك محاولات لا أستطيع أن أقول إلى أي مدى قد يتحقق ولكن هناك محاولات أمريكية بأن تشارك حلفائها التقليديين في التواجد في مناطق شرقي الفراد في الشمال السوري والغاية هو زيادة وزنها السياسي وقدرتها في فرض أجندة هذه الدول التي تتكاتف مع بعضها في فرض أجندات خاصة في الأزمة السورية هذه الدول تحاول سوية معا أن تجري هذه التحولات أو التغييرات التي سيطرأ في المستقبل القريب هذه الدول كل الخلافات الجانبية سيضع جانبا وسيتم التحالف فيما بين هناك محاولات لا أستطيع أن أؤكد لك مئة بالمئة ولكن هناك محاولات وهو يعود إلى الدور التراجع في الدور الأمريكي مؤخرا والدور الغربي مؤخرا في الأزمة السورية فكما تعلمون جميعا أن الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تراجعت دورها في السنوات الثلاثة الأخيرة في التأثير في الأزمة وفي الحل السياسي السوري حيث استطاعت دول التريكة أن تفرض ثقلها السياسي ووزنها في المعادلة السورية استطاعت أن تؤثر وأن تقوم بعدة معهدات واستطاعت أن تقوم بمحاولات متعددة في المجال العسكري حيث هناك مناطق خفض التوتر قامت هذه الدول التلاثة استطاعت أن تفرضها على الواقع الأرض والآن هي تؤثر في العملية السياسية السورية ولكن أمريكا والدول الغربية كما تعلمون من الجديد استطاعوا أن يحاولون إعادة الأزمة السورية إلى بدايتها وأن يفرضوا أجندتها ورؤيتها السياسية في حل الأزمة السورية من الجديد حيث يقومون بطرح حتى قرار المجلس الأمن الدولي 2254 يحاولون الالتفاف عليه حتى مخرجات بيان جنيف واحد يحاولون الالتفاف عليه ويحاولون أن يصيغوا مبادئ ورؤى سياسية جديدة من أجل إنهاء الأزمة في سوريا نعم يا أستاذ محمد في هذا السياق السعودية كانت أول من أعلنت سعدادها لإرسال هذه القوات وهي أيضا كانت من الدول التي طرحت فكرة إرسال قوات العربية على عهد أوباما لماذا هذا التحمس السعودي؟ باعتبار أن إيران العدو التقليدي المعروف في المنطقة والذي يخشاه جميع الدول في المنطقة حيث لها منهجها الخاصة لها رؤيتها السياسية الخاصة لها مصالحها السياسية الخاصة التعلمون لن ندخل في التفاصيل ماذا يعمل إيران في المنطقة ولكن في هذه الأوينة إيران تدخلت بشكل قوي في سوريا واستطاعت أن تؤثر في مجرى العملية السياسية وحتى في دعم ومساندة النظام بأقصى ما يمكن والآن تريد السعودية أن تعيد دورها الفعال في سوريا كيف تستطيع أن تعيد دورها إلا إذا تدخلت عسكريا وتواجدت قواتها على الأرض السورية من هنا السعودية تحاول أن تتفاهم مع الأمريكان وأن تقوم بإرسال بعض قواتها ضمن إطار التحالف الدولي في التحالف الدولي المكون من بعض الدول الغربية كفرنسا وبريطانيا وأمريكا وبعض الدول العربية من أجل قدرتها في التمكن في مسار الحل السياسي الذي سيتم إجرائه قريبا في سوريا نعم السيد محمد ما الذي يقنع الأمريكيين بأن هذه الدول العربية المخاطبة بهذه الخطة تستطيع الحفاظ على ما كسبه الأمريكيين في هذه الرقعة الجغرافية من سوريا وأنه خاصة أن السعودية والإمارات إلى الآن لم يحققوا أهدافهم في اليمن كما أرادوها نعم بالطبع أمريكا استطاعت أن تفرض نفسها بقوة في الشمال السوري تحت يافطة محاربة الأرهاب كما تعلمون وطرد الفاشيني جدا وفعلا استطاعت قواتها العسكرية خاصة في المجال الجوي العسكري الطيران بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية في طرد الفاشيني جدا والآن متواجدة وهي في حالة كما تعلمون حتى هذه اللحظة أمريكا تريد أن تشرع وجودها في سوريا فتحت يافطة القانون الدولي فكما تعلمون حتى إيران والروسيا متواجدة الآن في سوريا تحت قانون الدولي كون النظام هم يستجلبوهم إلى سوريا أما الدول كالتركية وأمريكا في وجهة نظر القانون الدولي هي غير وجودها غير شرعي في سوريا والآن هي تبحث تبحث عن قوانين وتبحث عن مستندات جديدة تحاول أن تشرع وجودها في شمال سوريا وبحجة أن الإرهاب لم ينتهي بعد وفعلا الإرهاب هناك أوكار الإرهابيين الفاشيني جدد داعش موجود في سوريا وتحاول أن تشارك وأمريكا معروف تاريخيا من خلال ضربات العقودة الثلاثة الأخيرة معروف أن تتدخلت بتعاون دولي لا بد من وجود حلفاء وأنصار لها والآن تبحث عن أنصار معلع من التحالف الدولي بريطانيا وفرنسا أيضا مشاركة مها والآن تحاول أن تستجلب أكثر قوى دولية في هذه المنطقة لكي تفرض مصالحها التي تكمن في المصالح الاقتصادية من ناحية ومن ناحية تاين من ناحية الحل السياسي تريد أن تفرض أجندة خاصة على هذه الدول وأن تستبعد الدور الإيراني في هذه المنطقة لأن المشروع الإيراني هو خطر على المنطقة بشكل عام لأنه كما تعلمون جميعا أن إيران تحاول أن تصدر ثورتها وأن تستحوذ على مناطق الهلال الشيعي كما تسميها هي من مناطق موجودة في يمن وفي العراق وفي سوريا ومصولا إلى لبنان سيد الشيخ تبدو الخطة مريحة بالنسبة للأمريكيين لكن خطة إرسال القوات العربية لكن ما الذي سيكسبه العرب من هذه الخطة من إرسال القوات إلى الشمال السوري طبعا العرب الدول التي تحاول المجيء أو أن تقنع الأمريكان للمجيء بشكل مباشر في سوريا لها أجندتها السياسية الخاصة فهي تحاول أن تفرض حلول السياسية للحد من التمدد الشيعي بقيادة إيران والتي الآن تسيطر على مفاصل الدولة السورية كما تعلمون جميعا الآن الإيرانيين متحكمون جيدا في المفاصل الدولة السورية وفي النظرة السياسية أو في العملية السياسية الموجودة لدى النظام هي تحرك النظام هي التي تفرض بشاريع سياسية على النظام هي التي ترفض الحل السياسي يعني يتكاتف مع مع المتشددين في النظام الذين يعتمدون حتى هذه اللحظة على عملية الحسن العسكري نعم سيد محمد حتى إيران أبدت موقفها من هذه القوات العربية التي من المفترض أن ترسل فأمين تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي يقول أن وجود جيوش عربية شمال سوريا سيؤدي لمواجهة خطيرة مع تركيا ما واقعية هذا؟ إذا نظرنا بموضوعية إلى ما يطرح فالإيرانيون هل هم متفقون مع تركيا إلى هذا الحد؟ وكيفما تفاقمت الأزمة بينهم وبين الأتراك كان من مصلحة الإيرانيين أيضا لأن الإيرانيين يبحثون عن تفاقم الأزمة بين الدول الخليجية وبين تركيا هذه من ناحية من ناحية ثانية الدول الخليج يريدون أن يتحكموا بشدة في المفاصل الحل السياسي وفرض أجندة خاصة في عملية الحل السياسي في سوريا فهم يريدون أن يتواجدوا بقوات عسكرية ضمن إطار التحالف الدولي ليكون صاحب تأثير كبير في إجراء تغيرات في عملية الحل السياسي لا كما يطيب للإيرانيين والروس والأتراك وهم متعاونون جدا مع أمريكا وأمريكا لها مصلحتها الخاصة إذا دخلت هذه القوات إلى سوريا فسيكون كل التكاليف المالية على حساب دول الخليج وهذا ما يروق لأمريكا وكل هدفها هو أن ما يقوم به من صرف ودفع أموال بالمليارات على صواريخ وطائرات وإلى آخره واستطلاعات جوية يريد أن يشارك الخليجيين فيها يريد أن يأخذ الفاتورة من دول الخليج وهذا كل ما يهم أمريكا والغرب عموما نعم سيد محمد شيخي نتابع الآن مع مشاهدنا التقرير وبعده نكمل النقاش مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط تعقيبا على قرار انسحاب القوات الأمريكية أن الولايات المتحدة ودول التحالف جاءوا إلى سوريا لمحاربة داعش إلا أنه لم يتم القضاء عليه نهائيا بالإضافة إلى ذلك هناك عهود قطعها التحالف وأمريكا حيال المناطق والمدن التي تم تحريرها من التنظيم في إعادة بنائها ونشر الاستقرار مظلوم كوباني أعلن أنهم في قسد لا مشكلة لديهم في حال دخلت قوات عربية بالتنسيق من التحالف الدولي وسيتعاونون معها وكشف كوباني أن الوجود الأمريكي لا يقتصر على المشاركة العسكرية فقط بل هناك بعثات رسمية من الوزارات تعمل على الأرض إضافة إلى البعثات الفرنسية والبريطانية وبشأن التواجد الفرنسي اعتبر مظلوم كوباني أن الولايات المتحدة هي القوة الرئيسية في التحالف إلا أن مشاركة فرنسا كانت تقتصر على مناطق شرق نهر الفورات ومؤخرا بدأت فرنسا بنقل جزء من قواتها إلى غرب الفورات لتساهم في القوات المنتشرة في منبيج وهي خطوة سياسية هامة للغاية للتصدي للتهديدات التركية بحسب قوله وكشف قائد قسد أن مجلس منبيج العسكري اجتمع في العام 2016 قبل البدء بمعركة تحرير منبيج مع الجانب التركي والأمريكي في قاعدة أنجرليك بتركيا وطلبوا رسميا مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية في هذه المعركة ووافق الجانب التركي على طلبهم وبعد تحرير المدينة بشهرين انسحبت الوحدات وبقي مستشارون عسكريون لمساعدة مجلس منبيج العسكري على تدريبهم وإنشاء مجالسهم العسكرية مضيفا أن هيئات استكشافية مشتركة أمريكية تركية جاءت أواخر عام 2016 لتفقد المدينة بعد تحريرها مرتين وتأكدوا بأن مقاتلي الوحدات بالفعل قد انسحبوا وأعلن مظلوم كوباني أن قوات حرس الحدود وعددها نحو 30 ألف عنصر ينتشرون على الحدود مع تركيا شمالا والحدود العراقية المحاذية لمناطق داعش شرق سوريا وعلى طول الخط الجنوبي لنهر الفرات الخاضع لسيطرة النظام أستاذ محمد شاهدنا في التقرير السابق أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قال يقول أنه ليس لديهم مشكلة في حال دخلت قوات عربية لكن بالتنسيق مع التحالف الدولي لشرق الفرات تعليقكم على موقف قوات سوريا الديمقراطية هذا طبعا قوات التحالف الدولي دخلت إلى سوريا لمحاربة الأرهاب كما تعلمون جيدا وهذه القوات قوات الفاشيني جدد كانت جل اهتمامهم الدخول إلى مناطق الشمال السورية التي قد استطاع قوات سوريا الديمقراطية أو قوات وحدات حماية الشعب والمرأة من جلب الأمان والاستقرار إلى المنطقة وكما تعلمون بعد هجوم الذي تتم من قبل داعش على مناطق كوباني استطاعت هذه القوى الدولية التدخل ومساعدة قوات سوريا الديمقراطية في طرد الفاشيني جدد كما تعلمون والآن قوات سوريا الديمقراطية متواجدة في شرق الفراط من أجل من ناحية من طرد الفاشيني جدد والتي قد استطاع أن يمشوا أشواطا كبيرة فيها من ناحية ومن ناحية تانية هناك تهديد آخر يهدد الشمال السوري وهو الدولة التركية فالأتراك كالنظام التركي كما تعلمون جيدا جل أهتمامه هو قوات سوريا الديمقراطية أو قوات وحدات حماية الشعب والقضية الكردية وقضية شعوب الشمال السورية بشكل عام فالنظام التركي يعي ويدرك تماما أن قدرة شعوب الشمال السوري في قيادة دفة التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا فهي تحارب وتخشى تقول أن هناك قوات متواجدة في الشمال السورية وتحاول أن تقيم دولة كردية على حدودها وبالتالي وهي طبعا ما تقوله كله زورا وبهتان من أجل التدخل في الشمال السوري وكما تم احتلال مناطق الشمال السوري أخيرا كما تم في عفرين وهناك تهديد من قبل تركيا على مناطق الشمال السوري المناطق شرق الفرات أيضا والآن قوات سوريا الديمقراطية تطلب من جميع القوى الدولية القادرة على استرداد الأمن والاستقرار في المنطقة أن تأتي لا مانع لديها ومن بينها قوات عربية إذا تدخلت قوات عربية في مناطق الشمال السوري للحد الفاصل خاصة على الحدود التركية بين الدولة التركية وبين الدولة السورية على الحدود لتمنع من تمادي وهيمنة وهجوم الفاشيين من النظام التركي على مناطق الشمال السوري وعلى مناطق كما نقول المناطق المتواجدة هنا بشكل عام نتمنى لا مانع لديها لا مانع لدى قوات سوريا الديمقراطية من وجود بعض القوات الحليفة أو القوات العربية أو الأجدبية التي تحاول التي تأتي لتحافظ على الأمن والاستقلال وتمنع من دخول النظام التركي إلى مناطق الشمال السوري فهي مرحبة بها بكل المقاييس نعم السادة محمد أنت ذكرت منذ لحظات أن أردوغان والحكومات التركية ما زالوا تحدثون عن تهديد لمناطق في الشمال السوري بعد عفرين لكن في الأونة الأخيرة نلاحظ أنه لم يتم الحديث عن هذه التهديدات خاصة في منبج وأدلب وتل أبيض ما سبب هذا البعد عن هذه الحقيقة أو ما سبب هو أن أردوغان وغيره من السياسين أتراك لم يعودوا يتحدثوا عن هذا الموضوع هل الضربة الثلاثية على سوريا لها علاقة في هذا الموضوع أم بسبب الانتخابات الداخلية التركية؟ تركيا لم تهدأ ولم تستكين في مهاجمة الشمال السوري وقد تدخلت منذ بداية الأزمة في الأزمة السورية بشكل غير مباشر من خلال أجندتها من القوى الإسلامية الراديكالية وهذه القوى لم تستطيع أن تجابه واستضمت بالممانعة من قبل الشعوب الشمال السوري وتدخلت في النهاية بعد أن أيقنت تماما بأن هذه القوى لا تستطيع تخير مكاسبها ومآربها فهي تدخلت بشكل مباشر في مناطق أعزاز وفيما بعد في مناطق عفرين والآن تحاول لديها محاولات ولكن تبحث عن فرص وتبحث عن مناطق عن نقاط خلاف بين القوى الكبرى في الصراع في سوريا لتقوم من جديد وهي بين الحين والآخر يطلق تصريحات بأنها لن تهدى وأنها ستحارب الإرهابيين ويعتبر قوات سوريا الديمقراطية قوى إرهابية وهي أعلنتها أكثر من مرة وطبعا وهي زر من وبهتان يعني زر من وبهتان ويعلم الجميع أن هذه القوات حاربت الإرهابيين وهي قوى ديمقراطية استطاعت أن تبني مشروع ديمقراطي في مناطق الشمال السوري أن تحافظ على أن تجلب الأمن والاستقرار أن تحافظ على التعايش السلمي على أخوة الشعوب كما تعلمون جميعا ولكن النظام التركي لها مشروعه الخاص وإستراتيجيته هو منع قيام أي تحرر لشعوب ليس في سوريا والعراق وإيران لا حتى في تركيا فهي قوى مهيمة من خصال هذه النظام هو الاستحواذ السيطرة الهيمنة كما تعلمون جميعا أستاذ الشيخي في ظل هذه المعطيات الجارية هل سترى خطة إرسال قوات عربية النور؟ في المنطقة نعم طبعا طبعا وهذا يعود إلى مدى تفاقم الأزمة السورية في المراحل القادمة إذا استطاعت القوى الدولية من خلال أمم المتحدة ومن دوبها ديمستورا في إرساء أو بناء قادرة على إيجاد حل سياسي سلمي في سوريا فأعتقد أن هذه القوات لم تتعد بحاجة إليها لأن هذه القوات جميع القوات المتواجدة في سوريا ستنتهي مهامها عندما ينتهي عملية الحل السياسي عندما يتمكن السوريون من بناء دولتهم الجديدة من بناء نظامهم السياسي الجديد وهذه أمور قد يطار ولكن هناك محاولات قد يتحقق في المشاركة لأنه من أهداف أمريكا كما قلت أنه دائما تبحث عن المشاركة عن المشاركة الدولية والآن كما تعلمون منذ فترة قريبة قامت بزيادة الرئيس الفرنسي وهناك تعاون من أجل زيادة عدد المقاتلين الفرنسيين في المنطقة في شمال سوريا وأيضا ستطلب من بعض الدول العربية حتى لو بشكل بشكل بسيط من أجل الدخول عسكريين إلى مناطق الشمال السوري والهدف منها هي كما قلت من ناحية سياسية لها وزن ولها ثقل لأن دول تحالف بهذه الكمية الهائلة من الدول قد تدخلت وتبحث عن مكاسب وتبحث عن حلول سياسية من ناحية ومن ناحية ثانية لخفض أعباء الاقتصادية عليها وهذه هي مفهوم الدولة الأمريكية تحاول أن تأخذ المصاريف ما تقوم به من طلعات عسكرية التي تكلف المليارات دولار من دول الخليج نعم وشاهدنا أيضا ورأينا كيف في بداية الشهر هذا الجاري أن فرنسا أرسل قوات وجنودها إلى مناطق في منبج وحولها نعم مشاهدينا وأستاذ محمد شيخ نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش بعد التقرير تمكن فريق خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إجراء زيارة لموقع ثاني من مواقع الهجوم الكيميائي في دومة وجمع عينات فيه بحسب بيان صادر عن المنظمة بعد أن كان الفريق قد زارها للمرة الأولى يوم السبت فيما أعلن النظام السوري استعادة سيطرته الكاملة على منطقة القالمون الشرقي قرب دمشق بعد انتهاء عملية إجلاء المسلحين والمدنيين في تطور يعزز إحكام النظام سيطرته على محيط العاصمة عملية الإجلاء من منطقة القالمون الشرقي التي تبعد نحو 60 كم شمال شرقي دمشق بدأت السبت الماضي استنادا إلى اتفاق يؤمن ممرا آمنا لانسحاب آلاف المسلحين وعائلاتهم إلى منطقة سيطرة الفصائل المسلحة في المناطق الشمالية وزارة الدفاع الروسية بدورها أعلنت أن الشرطة العسكرية الروسية وبالتعاون مع شرطة النظام ستبدأ بتسهير دوريات مشتركة في قرى وبلدات القالمون الشرقي التي استعاد النظام سيطرته عليها متحدث باسم مركز المصالحة الروسي في السوريا قال إن الشرطة العسكرية الروسية وشرطة النظام ستنفذان دوريات مشتركة لضمان سلامة السكان وتوفير الأمن في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية حسب قوله الإعلان عن استعادة السيطرة على القالمون الشرقي يأتي في وقت تشن فيه قوات النظام حملة قصف عنيفة على مخيم اليرموك جنوب دمشق وعلى الأحياء القريبة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي للتقدم والتوغل بشكل أكبر ضمن مناطق سيطرة التنظيم بعد أن تمكن النظام مؤخرا من السيطرة على المزيد من النقاط والمواقع في الجنوب الدمشقية أهلا بكم شاهدين مجددا السيد محمد يسمع كثيرا أن هناك خلافات بين الروس والإيرانيين في سوريا سواء ميدانيا أو حتى سياسيا إلى أي مدى بالفعل يمكن حديث عن خلافات بين موسكو وطهران فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة السورية طبعا ظهرت كثيرا من التباينات بين الروس والإيرانيين بخصوص الأزمة السورية كما تعلمون جيدا وكما ذكرنا أن الإيرانيين تدخلوا في سوريا من أجل من ناحية حماية النظام وفرض أجندتها على النظام من ناحية مشروعها التي تعتبر مدى الثوري التي هي مطالب في النظام الإيراني هذه من ناحية الإيرانيون تدخلوا في سوريا وساعدوا المتشددين في النظام بالاعتماد على الحسم العسكري وكما قيل أكثر من مرة بأن النظام الإيراني باع طويل في إخماد الحركات الشعبية ضدها وهي التي طلبت من النظام بإتباع الأساليب التي اعتمدت هي في إخماد الثورات أو الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها فإيران تدخلت في سوريا قبل الروس وتدخلوا بشكل عسكري قبل الروس وهم ساعدوا النظام في قدرتها في ضرب ودسف الحركة الشعبية الاحتجاجية التي اعتبرناها هي أشرف حركة احتجاجية شهدتها السوريا بشكل عام منذ عهد الاستقلال فالنظام الإيراني كل مطالبها هي مشروعها التي تريد أن تحافظ على النظام وأبقاء النظام بقوته الكبيرة وبمشروعه الشيعي المتواجد الذي تريد أن تفرضه على المنطقة عموما هذه من ناحية أما الروس عفوا كما نعلم الروس تدخلوا في سوريا بعدما تمكنت قوات المعارضة السورية المدعومة من أيضا المدعومة من أخوان المسلمين المدعومة من تركيا ومن من دول الخليجية في قدرتها في إضعاف النظام وقدرتها في حتى إسقاط النظام تدخلت روسيا في الأوين الحاسمة يعني في الوقت الحاسم الذي كان النظام في أضعف قوته حتى مع تعاون الإيراني معه لذلك تدخلت روسيا واستطاعت أن تمنع أن يرفرف أعلام داعش على دمشق معروفة للجميع والإيرانيون الآن يحاولون أن يفرضوا أنفسهم على النظام ويفرضوا أجندتهم أما الروسيا فهي تمنع فهي تحاول أن تمد حتى تعلمون جميع حتى في الأوين الأخيرة في غوطة شرقية تدخلت القوات والشرطة العسكرية الروسية لأن الإيرانيين وحتى جيش النظام كانوا يستعمدون العنف كثيرا كانوا يقومون بقتل كل معارض بقتل كل أمرأة معارضة يعني كانت حدة القتل رح يكون من المستويات العالية كما تعلمون ولكن روسيا استطاعت لحد ما أن تحافظ على ماء وجهها من مساعدتها للنظام وتخفيف الحدة كثيرا الخلافات والتبايينات بين روسيا وإيران متواجدة منذ بداية منذ تدخل الروسي في سوريا والآن أستاذ محمد هذه الخلافات بين روسيا وإيران هل من الممكن أن تؤثر على المسار أي حل سياسي مستقبل في سوريا لا باستطاعة في الأول الأخيرة بعد أن أيقنت يعني هذه تداعيات وتطورات الأزمة بعد أن أيقنت جميع القوى الدولية والمحلية والإقليمية أن الحسم والإسقاط نظريتين فاشليتين ولا أمرهما يعني انتهى هذه القضية والآن لا بديل عن إجراء عملية الحل السياسي يعني الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يخلص السوريين من هذه الأزمة وكل من الطرفين المتشددين في النظام وفي المعارضة يحاولون أن ينصفوا هذا المشروع وأن يعيدوا الأزمة إلى بدايتها نحن نقول التباونات بين الإيرانيين والروس لا يصل إلى مرحلة خلاف السياسي بينهما إلى هذه الحدية الكبيرة الروس هم الذين يتحكمون بمفاصل القرار السياسي في سوريا الروس هم الذين يستطيعون أن يقودوا عملية الحل السياسي حتى لو كان بشيء ما إلى جانب النظام وكما تعلمون حتى قرار 2-5-4 صيغة بقرار روسي وصيني معا وتوافق عليه جميع القوى الدولية المعروفة يعني نعم نعم أستاذ محمد في سياق آخر هل تعتبر الاستقالات الأخيرة في صفوه ما يسمى بالاتلاف السوري تعبيرا عن فشالهم في تمثيل السوريين أم غير ذلك هذا يعود إلى أطوار الذي يمر بها الأزمة السورية كما تعلمون منذ البداية تشكل المجلس الوطني السوري كان مهمته الأولى هو عسكرة الثورة وإسقاط النظام بعد أن فشلت هذه المحاولة وبعد أن أيقنت كما ذكرت القوى السياسية لا تستطيع أن الخيار العسكري والإسقاط قد كان من وهم لذلك قاموا بإجراء بتشكيل اتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة الاتلاف الوطني السوري المعروف من أجل قيادة عملية الحل السياسي وبعد هذا العمر من أزمة سورية والقيام بعدة جولات تفاوضية في الأمم المتحدة من خلال المؤتمرات جنيف كما تعلمون الآن بعد أن تحولت وأصبحت الأزمة السورية في طور جديد بعد الضربة الثلاثية على سوريا الآن يبحثون عن تشكيل لوبي سياسي جديد الآن الدول الغربية والخليجية معا تحاول أن تبحث عن لوبي سياسي جديد يقود العملية التفاوضية مع النظام في الفترات القادمة هذه يعود إلى تراجع بعض الدول وتقدم بعض الدول فكما تعلمون أن تركيا تراجعت دورها لأنها تركيا في المرحلة الأخيرة كما تعلمون لم تعد تدعم القوى المعارضة السورية السقور المعارضة التي تعرفون جميعا الموجودة في الإتلاف والآن تدعم خط محور استانا فالآن من يدعم الإتلاف الدول السعودية وبعض الدول الخليجية الآن يقومون بدعم الإتلاف وتشكيل إطار سياسي أو لوب سياسي جديد هذا اللوب السياسي يكون تمت الاستعداد من أجل العملية التفاوضية من أجل إيجاد حل المشاركة في عملية الحل السياسي الذي أعتقد أنه على أبواب أو مشارف جديدة ستبدأ في إجراء عملية حل السياسي ويكون لها دورا أساسيا وبقناعة سيضع اللبنات الأولى من إجراء عملية تغيير وطني ديمقراطي في سوريا نعم سيد محمد أن حتى أستانا ومحادثات أستانا كانت حقيقة هي في صالح النظام ورأينا كيف أن حتى النظام دارية والغوطة الشرقية كانت من ضمن مناطق خفض التصعيد وآن هي باتت تحت سيطرة النظام وأيضا الآن يقوم بقصف شمال حموس والرسن وتلبيس وأيضا هي من مناطق خفض التصعيد وأدلب للجانب التركي حتى هذا فشلت وهي كانت لعبة سياسية كسبها النظام نعم نعم أستاذ محمد برأيكم هل هناك إرادة دولية للسير في الحل السياسي في ظل القمم التي ستعقد سواء في باريس أو موسكو أم سوريا ستبقى ساحة لصراع الدولي حقيقة تحاول الدول الدول الغربية أنا أقول الدول الغربية تحاول جاهدة أن تقوض من عملية الحل السياسي وأن يؤخرها إلى فترات لاحقة حتى تتحقق بعض أجندتها لأن الدول الغربية لها مشروع خاص يعني الدول الغربية وخاصة الأمريكا لها مشروعها الخاص في المنطقة كما تعلمون مشروع شرق الأوسط الكبير فهذا المشروع لا زالت لا زال هذه القوى تحاول تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع وهي تصطدم حقيقة بإرادة شعوب وبإرادة بعض الدول الأقليمية التي لا تريد أن تشهد انقسامات جغرافية جديدة فالمشروع الحل السياسي هو مشروع السوريين الوطنيين لأنه لا بديل كما ذكرت يعني بعد ما بعد أن محلة أو أسقط مشروعي إسقاط النظام والحسم العسكري من قبل النظام هذا والكل متفقون أنه لا بديل سوى الحل السياسي وهذه النظريتين يعني فشل فشل في إيجاد مخرج أو إيجاد حل الأزمة السورية لذلك لا بديل عن الحل السياسي وكل من يحاول أن يعطي دورا للحل السياسي يجب على السوريين أن يكون بدعمهم ومساندتهم وكل من يريد أن يعوق عملية الحل السياسي فهو بالمجمع العام لا يريد للسوريين خيرا فنحن كقوى سياسية وكقوى ديمقراطية سورية لا بد لنا أن ندعم عملية الحل السياسي لأنه لا مخرج لنا سوى عملية الحل السياسي في سوريا هاي من ناحية بعض دول يعني كما تعلمون كلما خفى العنف في سوريا كلما ظهر آفاق عملية الحل السياسي حتى هذه كما ذكرت أنه معادات أو الاتفاقيات التي تم في إستانة بين القوى المتصارعة في سوريا يفيد ويخدم قضية الشعب السوري قضية أن النظام سيبقى يحكم السوريين كما قبل ثورة ثورة آذار 2015 آذار هذا وهم يعني نحن نقول سيحل استغيرات قوية في النظام السياسي في سوريا على على الصعيد الدستوري أيضا سيحل استغيرات هناك شعوب في المنطقة وخاصة شعبنا الكردي ساهمة وناضلة منذ بداية الأزمة في إيجاد مشروع وطني سوريا التي تكمن في اللامركزية السياسية في مشروع فيدرالي ديمقراطي في إدارات ذاتية ديمقراطية من الأطراب بحيث تستطيع أن تقود نفسها بنفسها يعني هناك مشاريع تحررية هذه المشاريع أنا برأي في المستقبل القريب سيكون لها دور قوي جدا في الدستور السوري وسيتمكن السوريون بقناعة في إيجاد مخرج لهم من خلال عملية الحل السياسي أما قضية الدول التي تسعى ومن مصالحها أن تسعى يتفاقم الأزمة الأكثر وأن تبعد عملية الحل السياسي يجب على الوطني السوريون أن يكون ضد تلك المحاولات من هذه الدول أستاذ محمد هل من الممكن تشكيل جسم وطني يحمل شخصيات سورية وطنية تفكر بسوريا كأولوية نعم هذا هو المشروع الصحيح والصائب الذي يجب أن يحدث في سوريا يعني لا بد من تشكيل جبهة وطنية سورية ديمقراطية هذه الجبهة تستطيع أن تقود سياسيا دفة التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا هذه الجبهة هي التي تستطيع أن تقود عملية التغيير الوطني تقوم بتغيير الدستور بتغيير قانون الانتخابات بطرح مشاريع اقتصادية اجتماعية يكون تنعكس إيجابا على مصالح الشعوب هذه الجبهة لا بد من وجود تكوين ولا المحاولات يعني محاولات من تشكيل الجبهة من قبيل هذه الجبهة كما تعلمون لدينا نحن في شمال السوري مجلس سوريا الديمقراطية هذا المجلس الذي يضم قوات قوى سياسية في مجمع المناطق سوريا والهدف هو قيادة دفة التغيير الوطني الديمقراطي الذي سيتم إحداثه في سوريا والذي سينعكس إيجابا على جميع مكونات الشعوب سوريا نعم أستاذ محمد يعني في نهاية المطاف وفي ظل هذه المعطيات جميعها سوريا إلى أين برأيك في الوقت القريب هناك محاولات من دول أقليمية ودول غربية هدفها عدم وصول السوريين إلى عملية حل السياسي ينهي هذه الكارثة الإنسانية التي يحلو ببلادهم هناك محاولات من هذه الدول بهذه الشاكلة وهناك إرادة شعبية وإرادة من قوى ديمقراطية وطنية سورية تسعى وتدفع باتجاه العملية الحل السياسي ونحن نقول لا بديل عن عملية الحل السياسي يجب على السوريون إعادة مركز سقل القرار الوطني السوري إلى الداخل لأن القرار الوطني السوري سلب منه وتم إسكانه في أزقة الدول بعض الدول الغربية وفي الأمم المتحدة وإلى هنالك لا بد من إعادة هذا القرار السوري إلى الداخل يجب على السوريين أن يكون قرارهم بأيديهم لا بد من الحوار الوطني السوري السوري لا بد من وجود مشاريع تنسجم إيجابا مع التحولات مع حركات الشعبية مع الحركة الشعبية أصحاب المطالب الحقيقية التي في سوريا لا بد من وجود مشاريع تنعكس إيجابا على مدى تطور التحولات السياسية والاقتصادية التي جرت والتي يجري في سوريا بشكل عام يعني الشعب السوري شعب له قوى سياسية قادرة على قيادة هذا الدفة التغيير قادرة على أن تحقق أماني السوريين في دولة ديمقراطية فدرالية هناك شخصيات وطنية سورية هناك قوى وطنية سورية في الداخل وفي الخارج تستطيع أن تقوم بهذه الإجراءات وبهذه العملية ولكن هناك بعض الدول حتى هذه اللحظة لم تتحقق أجندتها وهي تحاول أن تستبعد الحل السياسي حتى تحقيق أجندتها ويجب على السوريين أن يعود ذلك وأن يرفضوا هذه المشاريع وأن يناهضوا ضد هذه الدول ومحاولاتهم في تحويل السورية الذين حولوا سوريا إلى دولة هشة فاشلة هذه كلها كانت محاولاتهم وهناك إرادة وطنية داخلية سوريا تقوم على إحداث تغيير الديمقراطي في سوريا على بناء دولة سورية بمكاسبها السياسية الاقتصادية الاجتماعية الوطنية والديمقراطية وحتى الوطنية منها نعم في نهاية حوار لا يسعن إلا أن أشكرك أستاذ محمد شيخي سكرتير حزب اتحاد الشغيل شكرا جزيلا لك على تربية دعوتنا كما أشكرك وأشكر جميع العاملين في قناتكم ومشاهديكم الأكرم وأهلا وسهلا بكم شكرا سيد عمد وأيضا مشاهدينا نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر